الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين ايه وحشتوني جدا جدا لو اول مرة تشوفي القناة انا ساورة نزلي بسرعة اشتركي فيها وفعالي زر الجرس ودوسي على كلمة الكل عشان لما نازل حاجة جديدة توصلك على طول النهاردة بقى يوم الجمعة نشاء الله اللهم بارك طبعا آآ لازم تعملي فطار حلو جدا بدأت بقى دلوقتي ان انا ايه آآ في زيت اكيد ان انا مش هرميه انا صفيته كده عشان مستخدمها مرة واحدة عشان نحمر مع بعض بقى بطاطس وطعمية وهنا حطت بقى في الحلة دي حطت زيت وآآ بصلايا كده مفرومة هكمل كده زيت الزيت خلاص عندي خلص آآ وهنا برضه هكمل برضه وحط نقطتين زيت وبعد كده اول ما زيت يبدأ يسخن كده هتمزلي بالبطاطس على طول طبعا البطاطس مقشراها وغسلاها كويس جدا بمية وخل وملح وبضيف معلقة زي ما انا قلتلكم معلقة من البكنج بودر لازم وضروري البكنج بودر بقى هيخليه فعلا ما يشربش ولا نقطة زيت الناس طبعا اللي متابعيني منوريني عارفين طبعا الطريقة دي وهنا بحمر البصلة وهضيف بقى طبق كده من الطماطم بصوا بجد الريحة مش قادر اقول لكم عام ده ازاي بفكركم بقى آآ في آخر الفيديو هقول اسامي المتابعين احلى فانزة عندي ربنا يخليه كلية هنقلب بقى الطماطم وضفت بقى قرن فلفل كده وبعد كده ده الفول اللي انا عملته معاكم وكيسته وغلفته وحطيته في اضيفت ملح ومعلقة كده حلوة كمون وهتاكلوا بقى احلى فول بيتي انت عاملة يعني في بيتك وعارفة بقى النظافة بتاعتك عاملة زي البطاطس كده خلاصت عملت هبدأ ان انا اشيلها على منذ المطبخ بصوا يعني اعملي كل حاجة في البيت بجد حاولي ما اشتريش اي حاجة من برة غير لو انت اه يعني عندك زارفة او كده هضيف بقى ملح كده فوق البطاطس وعلى طول يلا بقى نعمل مع بعض الطعمية الجميلة دي انا جايبها من برة وضيفة كده رشة من السمسم وهنبدأ نحمرها مع بعض الريحة تحفة تحفة بجد طبعا عايزة افكركم واذكر نفسي قبل قبل ما ذكركم ان ان شاء الله يعني يوم الجمعة لا يزم ان انتو اه تصلوا على النبي كتير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام اه على قد ما تقدر يستغفري ربنا على قد ما تقدر يصلي على النبي على السلام والسلام اه طبعا صورة الكهف نور بين الجمعتين ربنا يا ربي اتقبل منا ومنكم هنا خلاص بقى الطعمية اتقلت اقلبها على الناحية التانية خلاص كده هشلها الطعمية بقى مقرمشة وجميلة اول بقى ما تخلصي اي تحمير عندك في المطبخ حاجة ضروري جدا تعمليها تشيل الزيت على طول الفرن عشان الولاد ربنا يحفظهم لازم دي مهمة جدا قوية تنسيها كده خلاص ما شاء الله وده الفطار عملنا فوت بقى بطماطم وعملنا بطاطس محمرة وعملنا اه طعمية وقطعت الطماطم على خيار ندخل بقى ايه على الغدا كده بعد ما افترنا ما شاء الله معايا بقى ايه كيلو من الوراك شش طاوك معايا نص كوباية من الزيت ومعايا معلقة كبيرة من الزبادي ومعايا معلقتين من الخل ومعايا معلقتين من السويسوس والتوابل بقى بابريكا ومالح وفلفل وطوم بودر وبصل بودر ومعلقة جنزبيل صغيرة جدا واخيرا معلقة من البابريكا تمام؟ هنضيف بقى التوابل بتاعتنا بالشكل ده وهنضيف بعد كده الزيت طبعا انا اعلالكو مقادير كيلو تمام؟ وهنضيف الخل معلقتين كبار كده حلوين عندك بقى خلي تفاح ماشي خلي الابيض عادي برضه ومعلقتين من السويسوس بصوا بقى يعني يجربوا التدبيلة دي هتعجبك جدا جدا ونضيف بقى الزبادي الزبادي هيعمل ايه مع الفراخ؟ هيطريها جدا بجد يعني هيخليها كده يعني دايبة دوب وهنقلب بقى الخليط الحلو ده التوابل بقى بجد راحتها تجنن وطبعا الفراخ غسلاها ونقعاها في مية واللمون وخل وملح ومصفيها كويس جدا وهتضيفي كده بقى الفراخ بتاعتك وتقلبيها كده حلو تقلبيها لحد ما كلها كده تتغرق كده من السوس اللي انسي عاملات بصوا متغرق اسوس وبالستراتش راب هتقفليها وتحطيها في التلاجة لمدة ساعتين لو عايزة تعمليها وعندك عايزو ما عمليها من بالليل بجد هتبقى برضو طعمها طحفة جدا وهتسبيها طبعا في التلاجة ليه قفلتها بالستراتش راب عشان رحت التلاجة ما تبقاش كلها فراخ بصوا بجد وماشاء الله جميلة جدا خلاص بقى طلعتها بقى بعد ساعتين من التلاجة ومعايا بقى ميكس كده فلفل الوان احمر واصفر ومعايا فلفل رومي اغدر ومعايا بصل ومعايا طماطم ومعايا بقى العطيان دي دي عصايت اصنا الشيش طوق بتجي بيها من اي محل اه مستلزمات مبخ يعني وهضيف كده فلفل اغدر على واحدة فلفل اصفر وفلفل احمر على بصل انت بقى انت بزوئك بقى زوائي بص نحط التلاتة وبعد كده بقى ايه هضيف الشيش بقى اللي ما عاملاه بصي بقى بداعي يعني عايزة تحطي بقى احمر واصفر واغدر وبيض براحتك يعني الاكلة هيبقى شكله كده شاهي جدا وهنعمل كده وهتضيفي برضو فراخ بس كده بقى بصو احلى سيخ شيش طوق دي بقى ايه الاتاخ الكبير شوية عند الراجل بيكون في حجمين الحجم اللي هو اللي انا عملت فيه اولاني وده الحجم التاني بس كده وهتضيفي بقى زي ما احنا عملنا فلفل وبصل وفراخ وطماطم بصي يا حده هيقول لي ممكن الاسياخ دي تتحرق لا امش بتتحرق خالص لو انا بس بشوي في الفرن آآ لازم احطها في مية سقعة عشان ما تتحرقش معايا بس كده ضفت بقى ايه فلفل تاني وخلاص كده ما شاء الله هي دي الكمية ده كيلو والله مبارك طبعا احنا بنروح ناكله برضو في المطاعم باسعار برضو يعني مهولة جدا انت يا عمدي في البيت مش غالي اصلا كيلو الشيش طوق تقريبا بستين بس كده بقى خلاص معايا بقى جريل على النار ويا دوبك هضيف نقطة من الزيت كده وهتدهني كل الجريل بتاعك بصوا ما شاء الله وهضيفه بقى الشيش طوق اول ما بصوا بصوا اول ما الزيت يكون ساخن جدا هياخد صدمة لازم تسمعوا كده تشي بتاعت الصدمة دي بصوا ما شاء الله طب يا صراح هيستوي اه هيستوي هيبقى جميل جدا 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 بصوا بقى يعني ده من الاكل اللي انا بحبه الاكل الخفيف الاكل اللي هو يعني سهل جدا بصوا هتقلبه بقى بصوا ما شاء الله اللون بتاعه عملت بقى جنبه ايه عملت شوية كده رز اصفر اه بذكركم بيكون حلو قوي انا ما ارضتش ان انا نصور الرز عشان اه ما طولش وقت الفيديو اه بس انتوا قلولي بقى في الكومنت لو انتوا عايزين انا نصور كل اليوميات ما عنديش مشكلة انا مش عايزة بس اطول عليكم الفيديو بصوا ما شاء الله الاكل شاهي جدا 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 اه ده الرز بسمتي انا بحبه جدا بحب اعمل الحاجات دي جانب الرز بسمتي تحس ان اكل كده خفيف واكل مطاعم كده واكل فنادق وبدأنا بقى دلوقتي في اسامي المتابعين اللي انا بحبهم اه ام يوسف عصام بالتوفيق ربنا يخليك تسلامي جنات ربنا يخليك يا رب تسلام ايدك اه اصالة بسم الله ما شاء الله منوراني يا اصالة اللي هو لقى السوداء ما شاء الله تبارك الله ربنا يخليك يا قلبي مروة ربنا يخليك منوراني تكتبني ما شاء الله عليك يا حبيبتي ربنا يوفقك ويساعدك يا رب اه بالنجاح المستمري يا قلبي ومهما شكرك على مجهودك مش اوفيك حقك ربنا يخليك يا مروة مرسي والله يعني كلامكو ده فقراسي. ربنا يخليكو لي يا رب. وتكات نوجة منوراني يا تكات نوجة ربنا يخليكي قلبي. واخر حاجة روام مصطفى جميل جدا ما شاء الله. يخليكو يا رب لي وجبكم بجد منورني ومشرفني. آآ دمتم في امان الله ورعايته. آآ لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى